اشتركوا في القناة اختفت خولة طبيبة وظهرت الأم لتخوض أكبر معارك حياتها ولكن بسلاح الصبر والإيمان بالله ولكنها في الوقت نفسه لم تفقد لياقتها في تعلم الدروس وبالأخص دروس الحياة القاسية أصعب ما في المعرك اللي خاضتها الدكتورة خولة كان الانتظار واللا معلوم وأعظم ما فيها كان تلك التغييرات اللي طرأت على شخصيتها وقناعاتها ومن عكس عليها بعد هذه الأزمة يمكن أكبر تحدي وجهني بعد عودتي على المستوى الشخصي وما زال أنظر له أكبر تحدي لي كان مرض ابني نواف ابني نواف عمل صف الثالثانوي في المملكة وكان صغير في عمره ومصر يعني يبغى يكمل في الولايات المتحدة الأمريكية وجاء له قبول في بوستن ومبسوط فيها وراح وأنا كنت مبسوطة في قبوله رغم أنه يعني ما أدري هو قلب الأم أكثر من أنه يعني الإنسان المتعلمة ما كان لي رغبة كثير أنه ابني يروح لبوستن في ذاك الوقت لكنه راح بعد شهرين من التحاقه في الجامعة مبسوطة فيه وأول ولد لي ويكون في الجامعة قررت أني أروح أزوره كان الجو في ذاك الوقت بارد جدا والولد يعني كان فيه فرحان ومستقل وفيه عنفوان يعني خلينا نقول مرحلة المراهقة فهو طمنت عليه طمنت على وضعه هو موديني للمطار والجو بارد كان جدا يعني تعرف الصغار طالع شعره مبلول فقلت له يعني الجو بارد قالوا يعني بطريقة أنه ما عجبته النصيحة يعني أنه أنت كل شي بارد هذا لسه ما جاء البرد الشديد وحاول يعني يفتح معاي موضوع يعني أنا أتكلم لك بصورة يعني شخصية جدا وأول مرة يعني أتكلم في هذا الموضوع حاول في ذاك الوقت أنه يقنعني في أنه يعيش عيشة مترفة كولد فلان وولد فلان وولد فلان أنا طبعا هذا الشيء أزعجني ولعبت دور الأمة الصارمة وقلت له لا أنك تكون في دراستك ونزلت للمطار وأنا مسوي حالي زعلانة فركبت الطيارة من بوستن لندن من لندن للرياض ابني ما كلمني جلست كم ساعة جاوقت صلاة الفجر أذكرها يعني بكل تفاصيل هاللحظة فقلت أنا أكلم عليه وأطمن عليه وإذا كان خاطرة مضايق يعني أحاول أنه أتصل ترد علي رجل أمريكي قلت له هذا رقم نواف نواف الثاري قال لي أنت قريبة يعني تقربين لا أنت من أقاربة قلت له أنا والدته قال ممكن تجينا للمستشفى في لحظة من اللحظات سألت وقلت له نواف متوفي قال لي بالضبط بالإنجليزي قلت له قال لي لسا أنا هذه الكلمة ما أقدر يعني ما أقدر أوصف لك يعني ما أدري صراحة صعب تعبيرها يعني صعب صعب وصفها إلى الآن لما أذكرها أصيب يعني ما أدري إذا أنت تسمع عند أهلنا البدو أول يقولون فلان من الروعجة أم الركب هذه كنت أعتبرها مزحة أنا موجتني أم الركب أنا جاني يمكن شلل كامل في سجاتي ما قدرت أتحرك يعني لا أنادي أحد لا أتكلم مع أحد لا اتصلت في أحد لا بلغت أحد كانوا شي مزعج و لازم يروح في نفس اللحظة بس ألتفت ألتفت القانس لسا موجود يعني أعتقد أنها كانت من أضعف لحظات عمري هذه كل لحظة المشاعر اللي حسيتها أول شعور أنا عشان كذا أقول أول شعور الحين ما أدري ابني وش وضعه تحس كطبيبة أنه أنا سألت وش وضع الولد لما قال لي نتيت أنا قفلت الخط منه لا سألت وش الوضع لا سألت ليش هو في المستشفى عملية التفكير تحتاج عملية أنا هذه العملية التفكير أنك تسأل أو تفكر أو تتخذ أي شي صارت عندي مرحلة جمود أنا أعرف من أصحاب المقربين ومن ضمنهم عبد العزيز بن خالد بن عبد الله فأتصل على عبد العزيز ما يرد هذا عمل لي رعب يعني خلاص آمنت بالله وبعد يمكن خمس دقائق اتصل علي قال لي أنه نوافج أحس بضيق نفس و حس أنه متضايق وقال أنه بعد ما وصلك المطار يعني أنت لاحظ هذا خلال أنا قبل 12 ساعة كنت عنده بعد ما وصلك المطار رجع عندنا حس شوية بضيقة نفس قال أنا برجع ريح في الشقة يمكن لكن هو معا نوع من الرب وكان في ذاك الوقت يمكن مع البرد الشديد مع الرجع الشقة يظهر أنه تعب كثير فقال الأصحابه أنا تعبان وحروح المستشفى ويبدو أنه تعب كثير ما قدر حتى يروح لأنه لما وصلوه كان هو طالب 9-1-1 طالب الأسعاف في وقت إنقاذهم لا يعني صار عنده مشكلة في التنفس ودخل بعدها في المستشفى ودخل في غيبوبة قررت أنه بكرة أرجع الأمريكا يبدو أنه مع الانهيار النفسي مع الرحلة أنا جسميا تعبت طروا يجبون لي الدكتور ومع كذا كنت مصرة أني أروح ترجمة نانسي قنقر 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 قدم فيها أعطتني دروس أعتقد ممكن أهم دروس الحياة بالنسبة لي لأنه كيف كان في مستشفى فيها أفضل وأعرق ديكاترا في العالم وكيف يقولون لي ما نعرف الولد عنده كان مشكلة في الرياض طرينا دخلوا في الكومة رئتين وما تتحمل أنه يتنفس طبيعي وما نقدر يعني تعرف الأمريكان يعني هذه طريقة أنا ما حبيتها فيهم يعني لأنها مرت فيني أنا كأم مريض أنه ما نعرف إيش النهاية إيش العلاج ما يقوم ممكن يقوم ممكن ما يقوم في ليلة من الليالي يعني يمكن لو أقولها لأحد وأنا مني بدكتورة يقول هذه قاعدة تحكي لنا حكاوي توجهت بيقين يعني سجادة الصلاة جنب ابني يعني هذه لما أذكرها هذه دموعي حقيقي بكل يقين تعرف لما الإنسان يمكن أقول لك تعرف بس قليل فعلا ليعرف توجهت بكل ما لدي من اضطرار ربنا ودعيتها حكيت يعني وطلبتها وترجيتها بكل يعني يعني مشاعر صادقة للأم كيف أنه يا رب يعني تعمل معجزة أنه تقوم ابني نواف وفي لحظة من هذه اللحظات اللي أنا أطلب ربي دايما أخواني يقولون لا تقولين هذه القصة هذه يعني شغل يعني مسلسل أو من كثر ماي فعلا في لحظة من هذه اللحظات حسيت أنه يعني ربي يسمعلي فكنت أقول يعني ربي كان في خيرة أنه أنت تقومه وتخليه شبابه وتبهيني فيه وكان ما في خيرة أنه ما يتعذب يعني كان بالنسبة لي الحياة بالنسبة له أهم حتى من شعوري كأم مؤلم لما كان يعني لما تشوف أنت الشخص اللي تحبه في الوضع هذا هذا الكلام يمكن خليني أكون لك دقيقة بالضبط يمكن ساعة ثنتين أو ثلاثة لحد الساعة يمكن أربعة نمت أنا من أربعة لستة بكل صراحة أقول لك من أربعة لستة هم ساعتين اللي يمكن نمتهم خلال أربعة وعشرين ساعة فجأة سمعت جهاز التنفس يعطي صوت فتوقعت أنه يعني فيه طريقة معينة تضبطه لما يطلب لقيت أنه ضابط فناديت الممرضة قلت لها أنه محطوط على هذا الرقم وقعد تطلع صوت قالت والله غريب خلينا نقلل كمية يمكن رئتينا تحاول أنها هي تشتغل خلينا نقلل شوية بلا مبالغة هذا اللي حصل قللوا كمية ضخ الجهاز تركوا جزء على رئتينا بعد يمكن نص ساعة رمنا الجهاز مرة ثانية أنا هم طبعاً مو مصدقين يقولون إنها تصير في مرضى اللي فيهم كذا مدري إيش اللي عنده غيبوبة أحياناً يختلف تقبلهم أنا سجدت شكر ربي قلت لهم ابني قايم ابني حيقوم طبعاً هم كانوا يعتقدون أنه مع المدة ومع الجلسة أنه بديت كأم أنه خيرت قللت ربع ساعة في الأخير نادت الدكتور يعني لسه ماكة ما وصلت الساعة سبعة وربع كان يجي الدكتور يمر عليه شاف قال هذا شي ما عرف ما عرف كيف أفسره لكن إنه خلال يوم يقدر يستعمل رئتين بهذه النسبة بعد كذا ما حنقدر نحطه الجهاز لازم نسحبه أنا حمر عليه بعد ساعتين مر عليه بعد ساعتين قال لازم نسحب الجهاز يعني أنا أقول لك شفت لو الواحد ما أكيد يعني أكيد فرحتي أكبر لو تعطيني الدنيا كلها ما تعادل فرحتي لما قال بنشيل الجهاز الآن الأمريكان لازم يعطونك شيء قال أنا أقترح الأم تطلع برا ليش أطلع برا؟ قال لأنه أنا وإحنا عاملين كل شيء بطريقة علمية لكن ما نضمن إيش الضرر اللي صار على الدماغ أو على أي عضو ثاني حتى نتأكد أنه كويس ما نحب الأم تكون موجودة قلت والله تطلع تنزل تجيب لي إن شاء الله البوليس ما رايحة وتبي تشيل مننا الأجهزة وأنا مني موجودة هذا مستحيل حاولوا وجابوا الطبيب حق النفسية يحاول يقنعني ويبين لي أنا ما عاد أسمع يعني حقيقي يتكلمون صاد صوت بالنسبة لي يعني أنت قاعد تقول لي ابني بتشيل مننا الأجهزة ويرجع وتقول لي أطلع برا فجلست في الغصبا عنه جلست في الغرفة أنا عيني على ابني نواف شالوا الأجهزة وأنا يعني كنت كل دعاء 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 فهالثواني يمكن دعيت مليون دعاء شالوا فتح عيونه قال ماما أنا سمعت ماما ولا ما سمعتها يعني سجدت الرب شكر يعني امتزجت الدموع مع الشكر الرب مع فالأمر كان لازم أقول لك يكسروا الفرحة قال لي أصبري يعني الولد لسه بعد الأدوية يعني خفي عليه قلت ما نواف أنت عارف أنت فين قال فين ماما نحن في المستشفى قال لي أشوف مراية قلت أنا أصير لك مراية بس أنت وأروح أركض أجيب للمراية شعري طال وإيش هذا ليش أنا بشكلي كذا قلت طول شعرك يوصل للأرض جدلو حتى يعني ما عندي أي مشاكل الحمد لله يعني حتى من كثر ما تفاجأ أو الدكاترة من أنه قام لا إله إلا الله والحمد لله والمنة لله رب العالمين وعاجزة يعني إحنا عاجزين عن شكر ربنا في كل الأحوال لكن أنا بعد هذا الكرم من ربي تغيرت مية وتسعين درجة ما يمكن عمل وهذا يمكن المفروض ما أقوله صغير أو كبير أعمله في حياتي اللي يكون هدفي رضا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر